محمد الشياء السوداني كما يواجه السوداني جدار المعارضة لحكومته ومنبتها الإطار التنسقي جدار يضعه التيار الصدري الرافض للحكومة الجديدة بنهجها ونتائجها والقوى السياسية التي طال خلافه على المكون الكتري الأكبر لمدة عام كامل لن تقف مكتوفة الأيدي في غضون الشهر الممنوح للسوداني دستوريا لإتمام كابينته الوزرية وهذا ما يؤكده أولا لسان سياسي مراقب لتسريبات تشكيل الكابينة وحراك شعبي بأغلبية صامتة قد تنطق على طريقتها بتظاهرات المحلة التشرينيون في وقت سابق أما عن أولى تلك الأنباء المتعلقة بشكل ومضمون الكابينة الوزرية التي قد يعتمدها السوداني ويقدمها بوقت قريب قبل نهاية المهلة الدستورية تحدث فيها نواب سابقون بالإشارة إلى توزيعة تذهب لصالح نصف زائد واحد من المكون الشيعي بما يعادل 13 وزارة فيما تحصل باقي المكونات على 12 وزارة وإذا صدقت رواية التوقعات أو التسريبات وظهرت الكابينة بحصة شيعية أكبر في عدد المناصب الوزرية أو مدراء المكاتب وتلك قصة أخرى يحذر الصالون السياسي العراقي من هيمنة الأحزاب عليها وتقاسم كعكتها لما لها من سيرة ماضية في شبهات فساد فإن تلك الرواية لن ترضي الباحثين عن نظام سياسي جديد أي كل القوى الطامحة للتغيير على وجه الخصوص ولن تقنع الحبكة الجديدة المستمعين للسودان بتصريحاته النارية وبرنامجه الحكومي عن ملاحقة الفساد الوقح المستشري أو كما يقول في مفاصل الدولة أو كبح جماحه ومع هذا فإن محمد الشيع الرجل السياسي المخضرم يعي جيدا أن وعود الحكومات المتعاقبة لم يتحقق جلها لذا فإن برنامجه الحكومي موضوع على طاولة النقد والمقارنة بما سينتجه فور إعلان كابينته الوزرية وهنا يبرز السؤال الأكثر شيوعا هل يستطيع السوداني تهشيم وجه المحاصصة الذي استغلته أحزاب بورقة النفوذ أم أنها ستكون كابينة مكررة لما مضى ومفتاح موجة غضب جديدة للشارع وأماله وأحلامه الموؤدة منذ زمن اشتركوا في القناة